وطس هيموليتك أنيميا هيموليتك أنيميا ديفينيشن بتاعها increase for red cell destruction before 120 days كلنا عارفين normal life span of the red cells 120 يوم قبل المئة وعشرين يوم سوف نقوم في تكسير والتكسير ده ممكن يكون نطلق عليه هيموليتك أنيميا it may be intra-corpuscular or extra-corpuscular causes يعني الأسباب بتاعيتها ممكن تكون حاجة داخل red blood cells من علاها intra-corpuscular وممكن تكون حاجة من خارج red blood cells من علاها extra-corpuscular التكسير ممكن يتم في intra-vascular في blood vessels أو extra-vascular في ال liver وفي ال spleen في الماكروفاش ال intra-vascular destruction على طول الهيموليمين بيطلق على البلط يبقى فيه هيموغلوبينيميا يعني معناه هيموغلوبين في الدم وهيموغلوبينوريا الهموغلوبين اللي في الدم ده في الأخر لازم يروح على to be executed in the urine الاكسرا-vascular destruction بيحصل في ال liver وفي ال spleen زي ما قلنا و ينتج عنه خروج المادة الثانية اللي بتشتغل مع ال iron عشان تعمل الهيم اسمها بروتو بيرفرين بروتو بيرفرين يتحول إلى بيلوروبين والبروبين يزيد في الدم يبقى فيه هايبر بيلوروبينيميا يعني زيادة البيلوروبين في الدم نتيجة لكده بيحصل مرض مشهور جدا اسمه جواندس والصفار علي رقان وده بيبقى مرتبط بالإكسرا-vascular destruction